قبل أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية، اندلعت احتجاجات في مناطق مختلفة من السودان للتنديد بغلاء الأسعار وترد الأوضاع الاقتصادية. الألاف من المحتجين تظاهروا في الخرطوم وبورت سودان وولايات كردفان ودارفور، وقد تخلل الاحتجاجات صدامات مع قوى الأمن وإحراق لبعض المقار الحكومية والمتاجر والسيارات، ما دفع السلطات الأمنية لفرض حالة طوارئ في ثلاث ولايات، آخرها ولاية شمال دارفور. أزمات اقتصادية عدة يعاني منها السودان، زيادة أسعار الوقود في البلاد تلقي بأعباء ثقيلة على كاهل الشعب السوداني، إذ إن ارتفاع تعرفة النقل العام وأسعار السلع والخدمات فاقم المعاناة، معاناة عمقها تراجع الجنيه السوداني إذ يشهد سوق العملات الأجنبية الموازي في البلاد هذه الأيام. ارتفاعا جنونيا بلغ في أقل من أسبوعين أربعين في المائة، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى أدنى مستو لها على الإطلاق. الأمر الذي أربك الأسواق وتسبب في مضاعفة الأسعار، فضلا عن توقف العديد من المحلات التجارية والمصانع عن البيع، نتيجة خفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج. أضف إلى ذلك تفاقم أزمة الاقتصاد بوصول اللاجئين الإثيوبيين، إذ يخشى السودانيون من أن يؤدي وصول اللاجئين إلى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية في بلادهم الناجمة عن سنوات من الحرب وسوء الإدارة. أما في الجانب الصحي، فتتعظم مخاوف السودانيين من النظام الصحي في بلادهم في الفترة الأخيرة، خصوصا في وضع صحي عالمي خطير عنوانه فيروس كورونا. تلك المخاوف تثير غضب الشارع السوداني، الذي قالت مفوضية الضمان الاجتماعي إن 77% من السودانيين يقبعون تحت خط الفقر. فيما وصل معدل التضخم السنوي للبلاد نسبة تصل إلى ما يقارب 269.35% بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء السوداني.